اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهمية مواصلة تبني المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز وتعزيز تنافسيته واسهماته في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة السيد لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العاملة في مجال الصناعات والخدمات النفطية المتكاملة حيث اشاد سموه بالمبادرات التي تستهدف محددات تنمية قطاع النفط والغاز والاستثمار الامثل فيه بما ينعكسه على انتاج الطاقة ويلبي احتياجات الحاضر والمستقبل مؤكدا سموه مواصلة مملكة البحرين جهودها ومبادراتها في مجال الطاقة وتبني المزيد من الحلول المبتكرة التي تكفل الحفاظ على البيئة واشاد سموه بدور المؤتمرات والملتقيات المعنية بقطاع النفط والغاز في تعزيز اطر التعاون والتنسيق الدولي في هذا المجال الرحبة منوها سموه بمخرجات مؤتمر ومعرض الشرق الاوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية ميوس وجيو الذي تستضيفه مملكة البحرين ضمن جهودها في رفض التعاون الدولي في مجال النفط والغاز اشتركوا في القناة